اشتركوا في القناة وان تكون هذه القناة احترافية الى حد كبير وكل شيء تقوم به من ناحية المونتاج او الانشاء او الصور المسقرة كل شيء فقط سوف يكون بهاتفك سواء الاندرويد او الايفون ايضا من ناحية تنظيم القناة حتى تبدو بشكل احترافي وهذا من اضافة قوائم تشغيل وترتيبها ايضا الفيديوهات لكن اولا ادعوكم للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس اخواني وهذا حتى تتوصل بكل جديد الفيديوهات سواء خاصة بجديد العاب الاندرويد او الايفون وهذا ما قد تجدونه بشكل كبير في هذه القناة لاني اهتم بهذا المجال اكتر وايضا اخواني حتى نكون في الصورة سوف اشرح لكم ثلاث حلقات في حلقة واحدة لهذا اعتدر ان كان الفيديو بحجم كبير لاني والله للأسف يعني قمت بتعديل عليه ولكن هذا هو الحجم الذي لم اسطعه حتى يكون الشرح مفصل ومدقق يعني حتى وان كان شخص لا يفقه اي شيء في هذا المجال يعني يمكنه الاستفادة بشكل كبير جدا بهذا فاتمنى ان تشاهد الفيديو الى اخره حتى تستفيد بشكل اكتر وحتى تفهم طريقة الحصول على هذه القناة امهم اخواني يجب اولا ان تقوم بتحميل تطبيق جوجل كروم وان كان متبت لديك على الهاتف فلا بأس بذلك يعني لا تكون بتتبته ثم كما تشاهدون نقوم بكتابة يوتيوب سوف نقوم بعملية الانشاء اولا انشاء القناة ثم نقوم بربطها ثم اريكم كيفية اضافة صور القناة اذا كما تشاهدون هنا تضع خيار بمعنى ان تشاهد هذا اليوتيوب على شكل الحسب ثم connection هنا تختار ان كان لديك حساب جيميل مسبق فتختار الحساب الذي تود انشاء القناة به ان لم يكن لديك فما عليك عفون الا اضافة حساب وان كنت لا تفقه الطريقة فهناك الاف شروحات عن طريقة انشاء حساب في جيميل كما تشاهدون نضيف الحساب هنا ثم سويفون متابعة هذا من اجل ان نقوم ايضا باضافة كلمة السر الخاصة بحسابنا هكذا ثم سويفون ايضا التالي هنا اخواني هذا يجب ان تنتبهوا الى هذه الطريقة هنا لكيفية اضافة وتأكيد حسابك برقم الهاتف هذا ان كنت تود تأكيده برقم موبايلك فقط تختار الدولة التي تنتمي اليها فانا بحكم اني من الجزائر فيظهر معي عالم الجزائر كما تشاهدون لان العديد كان يسألني من اي دولة انت فانا جزائري يا اخواني هنا من اجل اضافة الايميل الذي يعني لقدر الله شيئا ما قد حصل في هذا الحساب فتقوم باسترداده الى حساب جيميل اخر لكن ما يهمنا هو انشاء القناة كما تشاهدون قد ظهرت معنا الايقونة في العالم ثم نقوم بالضغط على يسار هذا الجرس ثم نختار يوتيوب شاهدوا معي حاليا قد تم انشاء القناة لكن اخواني نحن لا نود ان تظهر هذه القناة بتطبيق يوتيوب بل نود حتى نكمل هذه العملية بالشكل الافتراضي للحاسوب فتابعوا معي ثم نأتي بكتابة يوتيوب اكاونت في الاعلى كما تشاهدون هكذا ثم نأتي الى هذا الخيار create youtube channel كما تشاهدون هنا او انشاء قناة يوتيوب ان كان معك الجهاز باللغة العربية كما تشاهدون لكن نود دائما بصيغة الحاسوب فشاهدوا معي هنا سوف نقوم بتغيير اسم القناة او لانه سوف يأتي معك بالحساب الذي قمت بانشائه مثلا سوف نكتب الاسم الاول لانه هذا الاسم هو الذي سوف يظهر معك في القناة مثلا فارس لست ادري للمعلوميات هذا يعتمد على محتوى القناة الذي تود يعني النشر به فلست ادري يعني هذا الاسم سوف يكون من اختيارك انا مثلا سوف اقوم بكتابة اندرويد 18 ولكن سوف اقوم بكتابتها باللغة العربية لانه قناتي باللغة الاجنبية كما تشاهدون هكذا انتهينا من اسم القناة ثم انشاء قناة تشاهدون معي كما تشاهدون في الاسفل بالنقرة على انشاء القناة قد توافق على بنود ما الى ذلك اتمنى ان تراجعوا كل تلك البنود لانها صراحة حتى لا تتسببوا في تعليق قناتكم او حد فيها المهم اخواني كما تشاهدون الان قد قمنا بانشاء القناة ولكن ما يجب ان تطرق اليه انه لم يتم تأكيد القناة يعني اتبات ملكية هذه القناة فتابعوا معي هنا كما تشاهدون القناة يعني تم انشاؤها وكل شيء كما تشاهدون مدير الفيديو لحث لبيانات قوائم التشغيل بط مباشر المنتدى هنا القناة من اجل مراجعة يعني كل شيء سوف نقوم بالدخول على القناة حتى اريكم طريقة الاتبات كما تشاهدون في الاعلى اتبات الملكية وهنا حالة حقوق الطبع والنشر وفي الاسفل حالة ارشادات المنتدى اتمنى يعني ان لا تخطئوا في هذا الاثنان لانه لو كنتم باخطاء متكررة يعني سوف تحضر قناتكم المهم اخواني هذه سوف نتطلق اليها لاحقا ولكن ما يهم له هو تحقيق الدخل واتبات ملكية القناة يعني هذا اول شيء اتبات الملكية اخواني اولا تختار دولة بلدك التي انت تنتمي اليها فمثلا انا من الجزائر سوف اختار بطبيعة الحال الجزائر وكل شخص يعني يختار بلده ثانيا سوف نكون بنتوصل بهذا الكود عن طريق رسالة نصية يعني ان تتوصل بها الى هاتفك فكما تشاهدون هنا يعطينا مثال هنا نكون باضافة رقم الموبايل الخاص بنا وهذا حتى نتوصل بكود التأكيد وهو متكوي من 6 ارقام ثم نقوم بارسال فشاهدوا معي بعد الاضافة كما تشاهدون ادخل رمزة التحقق المؤلف من 6 ارقام هنا تقوم باضافة الرقم ثم ارسال كما تشاهدون تأتيك هذه الخانة تم اثبات ملكية تهانينا تم اثبات ملكية حسابك في يوتيوب متابعة كما تشاهدون تم اثبات الملكية هنا اصبحت قناتك مؤكدة الان ما يهمنا هو انتهينا من انشاء القناة وكل شيء الان هو تحقيق الدخل يعني كيفية ربط هذه القناة بحساب ادسنس كما تشاهدون الخطوة الاولى هي تقديم طالب لتحقيق الدخل كراءة بنود برنامج شركاء يوتيوب الموافقة عليها ثم الاشتراك في ادسنس ثم تعين تفضيلة تحقيق الدخل ثم مراجعة القناة بعد ان تحصد 10 الاف مشاهدة ما يهمنا هو الخيار الاول كما تشاهدون ان كان لديك حساب ادسنس مسبق او قمت بانشاء حساب ادسنس سابقا فلن تحتاج الى كل هذه الخطوات بل سوف تقوم بالربط مباشرة وهذا ما سوف نقوم به لاني انا ايضا امسلك حساب ادسنس اولا اخواني كما تشاهدون تقوم بالموافقة على كل هذه الخيارات في الاسفل تقوم بالتعليم عليها هذه الخيارات الثلاثة ثم اوافق يعني انك توافق على هذه البند والشروط شاهدوا معي قمنا بالتعليم على الخيار الاول تم قبول بنود برنامج شركاء يوتيوب ثانيا الاشتراك في ادسنس سوف نقوم بالدخول على هذه الخانة البدء شاهدوا معي ان كان سنك حتى لا انسى هذه يعني اتطرق اليها ان كان السنك يقل عن 18 سنة فما عليك سوى الدخول الى تلك الخانة وقراءة تلك البند والشروط التي يجب ان تتوفر فيك حتى تقوم بانشاء هذه القناة وتحقيق الدخل ايضا ولكن ما يهمون هو استكمال العملية حتى لا اطيل عليكم في الشرح سوف نأتي الى التالي تابعوا معي كما تشاهدون هنا تختار الحساب سواء الذي قمت بانشاء قناة به ان لم تكن تمتلك حساب في ادسنس ان كان لديك حساب في ادسنس فسوف تختار الحساب الالكتروني الذي قمت بالتسجيل فيه في ادسنس يعني الذي لديك به حساب في ادسنس مثلا انا سوف اختار الذي سجلت به مسبقا في ادسنس والخطوات يعني بسيطة ان لم يكن لديك فسوف تجد سواء التالي التالي سوف تقومون بقبول كل شيء كما تشاهدون تأتي الى هذه الخيارات تعلم عليها تختار البلد الخيارات الاولى لا تقوم بالتعليم على اي شيء ثم كما تشاهدون نختار الدولة اولا الدولة التي تنتمي اليها ايضا ثم سوف نأتي الى التعليم على هذه الايقونة بعد ان تختار الدولة وما الى ذلك نعم قرأت الاتفاق يوافق عليها ثم انشاء حساب تقوم فقط بادخال الايميل الذي سجلت به في قناة يوتيوب فقط وسوف يقومون بالارتباط هنا كما اخبرتكم لربطها بحساب قد قمت مسبقا بالانشاء عليك كما تشاهدون هنا سوف تأتي معك سوى قبول الارتباط لا اكثر ولا اقل وسوف اشرح طريقة الحصول ايضا على حساب ادسنس مباشرة يعني بدون تعقيدات في حلقات المقبلة بحول الله لكن الاهم هو كيفية الانشاء وربطها ان كان لديك حساب ان لم يكن لديك سوف اشرح طريقة الحصول على حساب ادسنس في الحلقات المقبلة هنا ايضا حفظ تعيين تفضيلات تحقيق الدخل كما تشاهدون تبقى الخانة الرابعة والاخيرة هنا كما تشاهدون يجب ان تكون لديك يعني في الاول لم يكن لم تكن هذه الشروط كلها كما تشاهدون لقد لديك حاليا حساب ادسنس المعرف كما تشاهدون كنتم بتغطيته فقط تاريخ الاقتران هو الرابع والعشرون من نوفمبر يعني شيء بسيط جدا ولا توجد هناك اي تعقيدات ومن صادف اي مشكلة فليرسلني رابط الصفحة موجود اسفل الفيديو ولن يعني ابخل عليه في اي مساعدة هنا كما تشاهدون غير مفعلة ولكن هي ممكنة حاليا في الاول كانت معنا تمكين الان هي ممكنة ولكن غير مفعلة حتى تصل نسبة مشاهداتك الى عشر الاف مشاهدة اذا هنا لم يتم العطور اي على مقاطع الفيديو لانه لم نقم بالنشر حاليا هنا هاته هي صغة القانات كما تشاهدون ليس هناك مشاهدات ليس هناك مشتركين كما تشاهدون هاته هي القانات ارباحك المقدرة صفر لانه القانات جديدة سوف نذهب الى مشاهدة القانات شاهدوا معي هاته هي القانات التي سوف نقوم بنشر عليها حاليا سوف نقوم باضافة صورة للقانات نأتي الى تخصيص القانات شاهدوا معي هنا سوف نقوم باضافة الصورة الخاصة بالقانات التي سوف تأثر بها القانات ثم صورة الغلاف الخاصة بالقانات أيضا لخلفية القناة شاهدوا معين نأتي إلى هذا الخيار ثم تعديل رمز القناة ونقوم بالتعديل يعني سوى تكون بالضغط على تلك الصورة ثم أمورتي إنفوتو بمعنى اختيار الصورة أو نقل صورة تأتي إلى دوكيمونت ثم تختار الصورة التي تودها بطبيعة الحال لقناتك وهذا حسب المحتوى إخواني أيضا لأنه إن كانت قناتك رياضية فسوف تختار مثلا سوف نختار هذه الصورة هكذا الحجم الذي سوف يظهر لكن للأمنة قد تأخذ بعض الوقت من أجل أن تظهر هذه الصورة فكما تشاهدوني حاليا قد ظهرت معنا هنا ولكن في القناة قد تأخذ بعض الوقت لا تقول أنها لم يتم إضافة وما إلى ذلك هنا لإضافة صورة الخلفية بنفس الطريقة تعديل صورة القناة وبنفس الشيء ولكن الجدير بالذكر إخواني في هذا الخيار هو حجم الصورة حجم الصورة التي يجب أن تكون بوضعها لأنها تحتاج قياسات يعني يجب أن تكون مضبوطة لأنك عند اختيار هذه الصورة سوف يتم تحديدها سواء للهواتف أو للتلفاز أو للحاسوب أيضا لهذا يجب أن تقوم بإنشائها أنت شخصيا يعني لأن حجم الصورة مختلف نوعا ما وهذا أيضا سوف أجعل لكم رابط حجم الصورة ومقيسها أيضا في الوصفة وأنصحكم بالتعديل وإنشاء هذه الصورة ببرنامج بيكس أرت يعني لأنه به المقيس التي سوف تشاهدونها كما تشاهدون قد قمنا بنقر الصورة ولكن لم يقبلها لأنه كما تشاهدون الصورة التي تم تحميلها صغيرة جدا يجب أن تكون بعرض 2048 بيكسل وبارتفاع 1152 يعني هذا هو الحجم الطبيعي للصورة التي يجب أن تظهر معك حتى تبدو قناتك مكتملة كما تشاهدون هذه الخيارات لك أن تقوم بتغييرها عفوا كما تشاء أو أن تتركها افتراضية فلا بأس في ذلك سوى تكون بعملية الحب يعني أسرعكم بتركها افتراضية إذن إخواني بعد نهاية من نقل الصور وما إلى ذلك كما تشاهدون هذه هي القناة في الحلقة المقبلة بحول الله سوف أشرح لكم كيفية مشاركة فيديو بعد إنشائه من هذه الأيقونة كما تشاهدون من هذا السهم في الأعلى تقوم بالنقر عليه مرة واحدة ثم هنا أيضا في هذا السهم إخواني تحديد ملفات لتحميلها وسوف يأخذكم مباشرة إلى الستوديو الفيديوهات أو الصور ولكن أنت ما عليك سوى نقل الفيديوهات المهم إخواني لا نعطي لعليكم سوف نلتقي في الحلقة الثانية وإلى ذلكم الحين دمتم في الأعلى وحفظه وإلى اللقاء